السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي يسعد أوقاتكم بكل خير مباشرة وبدون مقدمات ما هي أهم وأفضل سبعة مكملات غذائية يحتاجها الأشخاص بعمر 40 إلى 50 سنة وما فوق ليكونوا بصحة جيدة وما هي الأطعم المفيدة في هذا العمر الحقيقة هي كنوز رائعة ولها فوائد عظيمة وخاصة في هذا العمر أول مكمل غذائي هو الماغنيسيوم هو مكمل في غاية الأهمية يدخل في أكتر من 300 أنزيم في جسم الإنسان و60% من الماغنيسيوم تقريبا موجود في العظام وتناول الماغنيسيوم يحمي الجسم والعظام من حدوث الكسور ويساعد الماغنيسيوم في تنظيم ضغط الدم وحماية القلب والأوعية الدموية ويساعد على الاسترخاء والتخلص من حالة الأرق والقلق وقلة النوم وأيضا يساعد على إرخاء العضلات والتخلص من التشنج العضلي في الجسم وخاصة في الطرفين السفليين بإمكانك تناول ماغنيسيوم غلايسينيت أو ماغنيسيوم سيتريت 250 إلى 400 ميلي جرام في اليوم وبإمكانك تناول الماغنيسيوم من مصادره الطبيعية فهو موجود في الخضروات الخضراء والأوراق الخضراء الداكنة والمكسرات وخاصة الجوز واللوز وموجود أيضا في الأفوغادو والموز وبذور الكتان وبذور دوار الشمس أو اللوب السوري المكمل الثاني فيتامين دال وهو ليس فيتامين فقط إنما هو هرومون هام جدا للمناعة والجهاز المناعي فهو مضاد التهاب قوي جدا وهام لعظام الجسم والمفاصل وصحة الأعصاب وأيضا هام لصحة جهاز الهضم فهو يقلل الارتجاع المريئي الشائع في هذه الأعمار وأيضا فيتامين دال يحمي من الأمراض المناعية مثل الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي والأمراض الغدية وهام أيضا للحساسية كما أنه يحمي من السرطانات ويعتبر فيتامين دال هام جدا لتحسين المزاج والتخلص من القلق والأرق وقلة النوم والاكتئاب إن التعرض لأشعة الشمس خاصة في هذه الأعمار هام جدا لكن حقيقة نحن جميعا بحاجة لتناول فيتامين دال حتى لو تعرضنا يوميا لأشعة الشمس فالدراسات تشير إلى أن أكثر من 90% من سكان الأرض مصابون بنقص فيتامين دال وهذا سبب رئيسي للإصابة بأمراض عديدة ونقص مناعة يمكن تناول فيتامين دال عيار 10 ألف وحدة دولية بعد وجبة دسمة فيها زيت زيتون أو زبدة حيوانية بلدية حب مرتهم في الأسبوع بشكل دائم والأشخاص الذين يظهر لديهم نقص بمستوى فيتامين دال في الفحص المخبري يجب أن يتناولوا فيتامين دال عيار 10 ألف وحدة دولية حب يوميا لمدة حوالي شهر حتى يصل مستوى فيتامين دال إلى 45 أو 50 وبعدها يمكن تناوله بشكل دائم حب مرتين في الأسبوع المصادر الطبيعية لفيتامين دال زيت كبد الحوت سمك السلمون والتونة والسردين والزبدة والقشطة البلدية والجبنة البلدية الحيوانية وكبدة البقر وصفار البيض والفطر أو المشروم المكمل الثالث هو فيتامين كي 2 أو كي 2 هذا الفيتامين هام جدا تناوله مع فيتامين دال وأيضا مع الماغنيسيوم في هذا العمر بشكل خاص يحمي فيتامين كي 2 من تشكل حصوات الكيلة وأيضا يحمي من تكلس الشرايين والأوردة ويحمي من جلطات القلب فهو يوسع الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم كما أن فيتامين كي 2 يحمي من الإصابة بمقاومة الإنسولين ومفيد لتحسين حالة مريض مقاومة الإنسولين وشفاء منها وجرعة فيتامين كي 2 100 إلى 300 ميكروغرام باليوم ومن المهم أن يعرف الجميع بأن فيتامين دال لا يعمل بدون ماغنيسيوم وفيتامين كي 2 ويتامين كي 2 يوجد في صفار البيض وكبدة البقر وكبدة الخروف وفي الزبدة الحيوانية البلدية وفي الجبنة البلدية المكمل الرابع أوميغا 3 هو أحماض دهنية صحية يحتاجها الجسم بشكل كبير فدماغ الإنسان 70% منه دهون والأشخاص بعمر 40 إلى 50 سنة وما فوق بحاجة كبيرة لأوميغا 3 الهام جدا لصحة الدماغ والحفاظ على الذاكرة والتركيز والقدرات الذهنية والعقلية والحماية من الألزهايمر أوميغا 3 هام لتنظيم ضغط الدم ولصحة القلب والأوعية الدموية والشرائين كما أنه يحمي من الإصابة بالسكتات القلبية وتصلب الشرائين وأيضا أوميغا 3 هام في هذه الأعمار لحماية الجسم من الالتهابات ومن القلق والاكتئاب ونقص الانتباه وقلة النوم كما أن أوميغا 3 هام للحماية من الإصابة بأمراض جلدية وخاصة الإكزيمة والصدفية وحساسية الجلد ويحمي أيضا من الإصابة بدهون الكبد وهام لصحة المفاصل والركبتين وأوميغا 3 أيضا هام لتنظيم مستوى السكر بالدم وهام لجهاز المناعة والحماية من الإصابة بالسرطانات كما أنه يساعد في خفض الكوليسترول السيء LDL ويحمي من الإصابة بالتهابات جرثومية وفيروسية جرعة أوميغا 3 للنساء والرجال بين 500 ل1000 ميلي جرام حسب الوزن حبة يوميا لمدة شهرين ثم حبة كل يومين إلى 3 أيام أهم مصادر أوميغا 3 الطبيعية يوجد في بذور الكتان وزيت بذور الكتان فتناول ملعقة من بذور الكتان بعد نقعها بالماء وشربها 3 مرات في الأسبوع أو استخدام زيت بذور الكتان مع الطعام 3 مرات في الأسبوع يؤمن حاجة الجسم من أوميغا 3 ويوجد أيضا في السمك وخاصة سمك السلمون والسردين وفي الطعام البحري وزيت كبد الحوت والأفوغادو المكمل الخامس الخميرة الغذائية وهي هام جدا تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية وتعتبر مصدر بروتيني رائع وخاصة للأشخاص النباتيين الذين لا يتناولون اللحوم كما تحتوي الخميرة الغذائية على معدن الكروم أو الكروميوم وهو هام للجميع وخاصة لمرضى السكري ومرضى مقاومة الإنسولين ومرضى الضغط المرتفع وتحتوي الخميرة الغذائية أيضا على السيلينيوم الهام للجميع وخاصة مرضى الغد الدرقية والأشخاص المصابين بأمراض مناعية كما تحتوي على معدن المنغنيز الهام للعضلات والأربطة والمفاصل والركبتين وخاصة في هذه الأعمار وتحتوي الخميرة الغذائية أيضا على الحديد وحمض الفوليك فوليك أسيد وعلى فيتامينات بي بواحد وبي اثنين وبي ثلاثة وبي خمسة وبي ستة وبي اثناش وبيتامينات بي جميعها هامة للصحة وخاصة فيتاميم بي ثلاثة الهام جدا في هذه الأعمار لحماية خلايا بيتا في البنغرياس والمسؤولة عن إفراز الأنسولين كما أن فيتاميم بي ثلاثة هام للحماية من الإصابة بمرض السكري وخاصة في العائلات التي يوجد فيها حالات مرض سكري وأيضا فيتاميم بي ثلاثة هام في هذه الأعمار لحماية الجلد من الجفاف ومن حساسية الجلد والأمراض الجلدية كما أنه مفيد جدا لصحة الدماغ والحماية من الإصابة بالألزهايمر وبي ثلاثة يحسن القدرة على التركيز والذاكرة ويحمي من النسيان أعود للخميرة الغذائية الرائعة تحتوي أيضا على تريكتوفان الهام للتخلص من حالات الأرق وقلة النوم والقلق والتوتر وتحتوي الخميرة الغذائية أيضا على مركب رائع هو الكلوتاثايون وهو مضاد أكسدي في غاية الأهمية وخاصة للكبد ويساعد على تنظيف الكبد من السموم المتراكمة على مدار أشهر وسنوات الجرعة يأخذ قرص من الخميرة الغذائية أو ملعقة صغيرة منها بعد تذويبها في كوب ماء مرة يوميا لمدة شهر ثم مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع المكمل السادس الزينك هام جدا للرجال والنساء لأنه مهم لإنتاج التستوستيرون وهرمون التستوستيرون مهم للمحافظة في هذه الأعمار على العضلات والأوتار العضلية وهام لصحة المفاصل والزينك مضاد أكسدي هام جدا لعملية التمثيل الغذائي والحفاظ على أجهزة الجسم القلب والرئتين والدماغ وجهاز الهضم وخاصة للكبد والكليتين والعضلات والمفاصل والجلد وصحة الجسم بشكل عام نقص الزينك يسبب نقص مناعة وأمراض جلدية وأكزيمة وحساسية وفقدان حاسة الشم والتذوق وأمراض العين وإسهالات ونقص هرمون الذكورة تستوستيرون ومشاكل البروستات والتهابات مختلفة وتقرحات بالفم والجهاز الهضمي جرعة مكمل الزينك حبة 50 ميلي جرام باليوم أهم الأطعمة الغنية بالزينك بذور اليقطين والمحار ولحم الأبقار المكمل السابع فيتامين بي 12 والذي ينقص في الجسم مع التقدم بالعمر وخاصة عند الأشخاص النباتيين الذين لا يتناولون اللحوم يمكن تناوله كمكمل غذائي أو على شكل حقن بي 12 بحال وجود مشكلات هضمية بالمعدة والأمعاء أو جرثومة المعدة ويتم أخذ الحقن أو تناول المكمل لمدة محددة فيتامين بي 12 هام لصحة الدماغ والذاكرة والتركيز ولصحة الأعصاب والجهاز العصبي وللوقاية من آلام العنق والظهر والتهاب الأعصاب الطرفية عند الجميع في هذه الأعمار وخاصة عند مريض السكري ويتامين بي 12 أيضا هام للتخلص من ضعف التركيز وضعف الذاكرة والشعور بالإعياء والتعب وعلاج الكثير من حالات طنين الأذن والاكتئاب والصداع والتعب العضلي وعلاج حالات فقر الدم المرتبط بنقص فيتامين بي 12 جرعة المكمل الغذائي فيتامين بي 12 500 إلى 1000 ميلي جرام حسب الوزن حبة يوميا لمدة شهرين مصادره الطبيعية السمك ولحم الدجاج وكبدة البقر وكبدة الخروف ولبن الزبادي والأجبان ويخزن فيتامين بي 12 لمدة سنتين على الأقل في كبد الإنسان عند تناوله من أحد هذه المصادر الطبيعية 3 مرات في الأسبوع لمدة شهرين لكن الأشخاص الذين يتناولون مضادات حموضة أو مصابون بمشكلات في جهاز الهضم تمنع امتصاص فيتامين بي 12 هؤلاء لا بد من أخذ حقا فيتامين بي 12 أرجو أن أقدم الفائد لكم دائما اذكروني بالدعاء واكتبوا عن تجاربكم وفي أي بلد تقيمون واشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديو لتعم الفائد للجميع وادخلوا قناتي وشاهدوا باقي الفيديوهات أحبكم جميعا عائلة الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم